أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الأربعة عشر آذار عشر ثلاث القمر مازال موجود في برج الدلو في منزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة التسعة وثلاث عشر دقيقة من مساء هاي الليلة من موعد بث الحلقة لوم مساء يوم الثلاثاء تسعة ثلاث لا ينتقل بعد القمر لمنزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر الضفر والعقد طبعا كل الأوقات اللي احنا منذكرها بتوقيت جرينيتش طبعا القمر بما أنه موجود بالدلو فبهاي الفترة جميع الأبراج منشعر الآن أنه احنا بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية فلكية هو عنا زاويتين أول زاوية رح تكون زاوية سلبية بين القمر وبين زحل وهي زاوية اقتران هاي رح تكون في تمام الساعة 12 و45 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش من واجه مصاعب وعرقي اللي بتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران إيجابية وهاي رح تكون بين القمر وبين المشتري ورح تكون في تمام الساعة 5 و57 دقيقة مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا القمر بما أنه موجود بالدلو فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس اللي هو 11 ثلاثة رح يبدأ في تمام الساعة 3 و31 دقيقة صباحا ورح يستمر إلى تمام الساعة 2 و43 دقيقة عصرا لا ينتقل لبرج الحود بالنسبة لعمر القمر طبعا القمر انحصار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 2 و19 دقيقة صباحا بيصبح 27 يوم نسبة الإضاءة 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 مزاجها سعيد بنسبة 15% القمر في الدلو حتى يوم 11 ثلاثة مزاجه سعيد بنسبة 60% عطارد في الدلو حتى يوم 15 ثلاثة سعيد بنسبة 60% الزهرة في الحوت حتى يوم 25 ثلاثة منتحسة بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثور حتى يوم 28 ثلاثة سعيد بنسبة 15% نبطن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يطلق دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك يعني لأشخاص الفترة هاي فيها نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج الثور بتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية الفترة هاي فيها شوية صعوبة برج الجوزاء بتنشطوه في السفر وفي اتصال بعيد أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رابطكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل أهم شيء أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصادة بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي برج الأسد ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب للقيام بعمل ويتطلب تعاون من طرف آخر أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال حاول أنك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات برج العذراء بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد من الراحة وإهدى وكون عند حسن الظن بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية تستعيد إشراختك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة لتكرار المحاولات برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية وممكن يكون فيها بعض المصاريف الإضافية برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن أنه يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جر بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة بتحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات برج الجديد ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي أهم مش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شي إنك تتفاعل برج الدلو بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها وبتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي هاي الفترة فيها انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الحوت طبعا لليوم الثاني بسيطر عليكم التعب حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود خصوصا أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أي جديد لا تسمح خصوصا خصوصا للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر